اشتركوا في القناة المباراة النهائية المواجهة النهائية في دورة ألعاب البحر المتوسط في مواجهة طبعا أسبانيا والمنتخب الوطني في اللحظة دي متقدم من نتيجة 14 عشرة وحب الحقيقة بتدي الحلقة النهاردة بالإحساس الإحساس اللي بحسه دايما قبل أي مواجهة مع أي فريق في الدنيا مع أي فريق في الدنيا في كورة اليد الإحساس ده اللي بتمنى الحقيقة أن يوصل لنا في رياضات تانية ومش أعلي من كورة القدم يعني مدام عندنا تجربة ركحة ليه ما بنا نتعلم يقدرش انكرارها مدام المصريين يقدروا فظل نفس الإمكانات بالمناسبة يعني ما اعتقدش أنه الإمكانات اللي موجودة على مستوى الأندية ولا على مستوى المنتخبات في كورة اليد أعلى بكتير من كورة القدم بالعكس لو جدت إيس حجم الإنفاق وحجم الاقتصاد المرتبط بكورة القدم وقرنته بكورة اليد أكيد طبعا على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات كورة القدم تتفوق بفوارق شاسعة لكن الفارق الأساسي الحقيقي اللي عمل النقلة دي في كورة اليد هي الرؤية والتخطيط وانت بتلعب اي مباراة حتى ولو كانت نهائي وحتى لو كنت بتواجه بطل أوروبا أو بتواجه فريقا بطل عالم دايما بتبتدي المباراة وانت عندك احساس كمشجع للمنتخب انه احنا نقدر بس هي دي قصة انك انت تدخل المباراة وانت حاسس انه ولادك انه منتخبك قادر يحقق الفوز والمكسب وده اللي أنا النهاردة بتديت بيه المباراة الحقيقة وانا والزملاء عاديين قبل ما ابدأ حلقة السادسة بنتابع بداية مباراة مصر وأسبانيا وبنتكلم على الفرقتين وانه منتخبنا عنده كتير من منتخب الشباب اللي حقق لقب بطل عالم أسبانيا هي بطلة أوروبا ومع ذلك انت داخل المباراة دي وانت حاسس انه منتخبك قادر يحسم المواجهة لصالحه وقادر يحقق الميدالية الدهبية طب ليه ده ما بيحصلش في كورة القدر ومش على مستوى العالم خلينا نبتدي على مستوى افريقيا الاول ليه ما خدناش خطوات من زمان الحقيق واخد بالك انه النجاح اللي مبني او اللي واصلين له في كورة اليد مبني بشكل كبير جدا بالاهتمام بالقواعد بالاهتمام بالناشئين منتخبات الصغيرة اللي اخدت خبرات واخدت احتكاك وعندهم مسابقات أهلتهم انه هما يحققوا لقب بطولة عالم وبالتالي كل ده بيانعكس في النهاية على المنتخب الاول تعال بقى اكلمني على ده في كورة القدم نفيش على كل احوال نتمنى في البداية كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة ويسعدنا الحقيقة بتحقيق ميدالية دهبية تضاف لرصيد مصر اه مش هتفرق معنا في الترتيب لكن معنويا وجود رجالتنا على منصة التتويج وتحقيق ميدالية دهبية في واحدة مرياضات الجماعية اعتقد يساعد كل المصريين نيجي بقى للمحزن يعني طبعا انا انا مدرك وانا زي كتير من حضراتكم عندي تقدر تقول كده خليط مشاعر ما بين حالة احباط وما بين حالة قلق وانا اللي هممني اكتر القلق طبعا زعلانين ان احنا خسرنا نقطتين مهمين جدا مبارح في مباراة الجونة لكن اللي يمكن يعني عايز اركز عليه اكتر هو القلق اللي موجود عند اغلب جماهير النادي الاهلي من بقية المشهور بالمناسبة خليني اول اقول انه ريكاردو سوارش لا علاقة له ولا يتحمل الا جزء بسيط جدا من نتيجة مبارح الراجل الحقيقي للغاية دلوقتي لسه مشتغلش ولسه معرفش المشاكل فين ولسه ما مقدرش يقرأ كويس الفرقة اللي معي وامكانياتها ايه ويعرف امكانيات اللعيبة عشان ممكن يكون فيه اعادة توظيف ممكن يبقى تطوير في المستويات وفي الاداء فبالتالي ما تقدرش تحسب ما تقدرش تحسبه على ضيعة النقطتين الراجل كمان محتاج يشتغل على الدولة نفسه محتاج يعرف ويتعرف على امكانيات الفرقة اللي بتلعب معاك محتاج يقرأ كل فريق عشان يعرف يحط السيناريو الامثل لكل مباراة وده بالتأكيد مش هيحصل في تلات اربعة تيه الراجل ما هتمرنش يمكن مع الفرقة وما ممرنش الفرقة غير تقريبا اربع تدريبات فلسه القصة هتحتاج وقت لكن الاهم وده السؤال اللي عند معظم الجماهيري النهاردة هتلحق تلم اوراقك امتى وخصوصا اللي جاي اصعب يمكن الايجابي في الفترة اللي جاية ان عندك اسبوع تقريبا يعني فيه التقاط انفاس بكرة راحة سلبية وبعدك قال فرقة ترجع تتمرن عشان مواجهة فيوتشر ثلاث مطشات صعبة قوي راجل داخل في فيوتشر وبعده الزمالك في كاس مصر وبعد نهائي كاس مصر وبعد كده بيرميد فثلاث مطشات من الاعارة تقيل يمكن من الحاجات الايجابية كمان خليني اقولكم انه الاهلي بيستعيد جهود اتنين من اللاعبين اللي مهمين جدا دفاعيا وهجوميا محمد عبد المنعم كامبس طبعا راجع بعد الايقاف وان شاء الله بإذن الله زي ما توصلنا مع الجهاز الطبي اللي نادي الاهلي وطمننا على انه احمد عبدالقادر في الايام اللي جاي هبتدي يدخل في التدريبات الجماعية وبالتالي ان شاء الله نسبة لحاقه او من بكرة تحديدا يبتدي يخش التدريبات الجماعية بالتدريج وان شاء الله بإذن الله يكون جاهز قبل مباراة فيوتشر الاهم من ده الحقيقة زي ما قلتلكم انه مبارا ما لعبناش جيم ساي يعني بتدارش تقول انه كورة الاهلي كان فيها مشاكل مشكلتنا الوحيدة تحسبها تركيز تحسبها توفيق احسبها زي ما تحسبها لكن مشكلة الاهلي والاعتقد انه على ميستر ريكاردو سوارش انه هو يشتغل فيها بشكل كبير جدا في الفترة اللي جاية هي اللامسة الاخيرة وصلنا اه وصلنا لكن ما فنشناش عندنا فرص كتير على الفكرة ممكن لو كانت تغيرت نتجتها كانت ممكن النهاردة يبقى الكلام مختلف تمام وكانت الناس تبقى راضية جدا وسعيدة جدا بالمباراة بتاعت النادي الاهلي مبارا لكن اللامسة الاخيرة عندنا فيها مشكلة والحلول عموما في الفترة الاخيرة مش من ماتش مبارا الحلول من يمكن خمس ست ماتشاط قبل ما يمشي ميستر موسيماني غايبة مهنجة ما عندناش حلول اللعيبة المفترضة انها تكون الحل في اوقات كتير جدا بتبقى اي المشكلة لكنها فترة ان احنا نراجح حسابتنا حسابتنا سواء كنت بتكلم على الجهاز الفني ككل او كنت بتكلم على اللعيبة نفسها اللي محتاجة الحقيقة توقف وتقدر حجم المسئولية جماهير الحقيقة يمكن ضربة نهائي دول الابطال بعيدا عن الملابسات انا بتكلم كور ما كانتش الحقيقة متوقعة يعني كنا شايفين حتى المباراة هي بتتلعف المغرب وحتى واحنا بنلعب مع الوداد على ارضه وسط جمهوره كنا شايفين ومخترعين ان الاهل يقدر يحسن المواجهة دي يمكن ميستر موسيماني اخطأ في المباراة لعابتنا مقدمتش المتوقع او المستوى اللي احنا كنا مستنينه منها لكن هي كانت الضربة اللي وجعت كل جماهير نادي الاهلي وبالتالي الجمهور مش هيستحمل ضربات جديدة يعني لازم نبقى مدركين مقدرين تماما شعوركم بالاجهاد وعارفين ان انتم تحملتوا اللي مفيش بشر ممكن يتحمله في التلات مواسم الاخيرة لكن شايفين كمان انكم قادرين ترجع وشايفين انكم ما زلتوا لغاية اللحظة دي افضل فريق ممكن يقدم كورة في مصر بعيدا عن كل المنافسين وبالتالي تحقيق القاب عندنا فرصة كبيرة جدا فيها وبالمناسبة عشان برضو ما نروحش بعيد احنا بس خسارة امبارح رجعتنا للمربع صفر يعني امبارح ابتدينا اعتبر كده ان ابتدينا مسابقة الدوري من اول وجديد واحنا مصفرين عددات ان شاء الله بإذن الله المطشين المتأجلين للنادي الاهلي يحطونا على قدم المساواة مع اقرب فريق بينفسنا هو نادي الزمالك اللي هو متصدر لغاية اللحظة دي وبالتالي ما خسرناش كتير والامور ما زالت في ادينا نتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع في اصرع وقت ممكن قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة خلينا نروح لاهم الاخبار والعنوان الاهلي راحة من التدريبات اليوم قبل الاستعداد لمواجهة فيوتشر عبد المنعم يعود للاهلي امام فيوتشر بعد انتهاء الايقاف والتحاد الكرة يعلن غياب الجماهير عن مبارتي الاهلي والزمالك في كأس مصر بروتوكول تعاون بين رابطة الاندية المصرية والاماراتية دا سان منشستر يونايتد لن يبيع رونالدو الى تشلسي توضيح بس برضو عشان انا كنت بتكلم على فكرة الخسارة مبارح ان الكلام الخسارة بتعود على النقطتين مش على ناتيك المباراة طبعا اللي انتهت بالتعادل لكن تقدر تقول كاتعادل بطعم الخسارة واعتقد انه جمهور الاهلي ما بيفرقش معايا التعادل من الخسارة يمكن الخسارة بتوجع شوية اكتر طبعا لكن وما نتمنيهاش ابدا لكن في النهاية وانت بتنافس خسارة اي نقطة تعتبر بمثابة خسارة بشكل عام طيب خلينا نروح لاخبارنا والتفاصيل زي ما قلتلكم النهاردة ان شاء الله يعني الجهاز الفني قرر انه النهاردة راحة سلبية في محاولة يعني انه يدي نفس اللعبة شوية هو حاسس بانه في حالة اجهاد مأثرة بشكل كبير جدا على مستوى اللاعبين وشايفين انه عندهم بريك يعني لطيف تكلم على احنا هنلعب اعتقد مع فيوتشر يوم الثلاثة اللي جاي فبالتالي يبقى فيه الى حد ما فترة كافية انك تحضر لمباراة فيوتشر بعد ما اللاعبين تحصل على راحة ومن بكرا ان شاء الله يرجع الفريق يتمرن مرة تانية ومن الحاجات الايجابية زي ما قلتلكم في بداية الحلقة وجود عبد المنعم فيه على رغم ان اهلي لم يعاني دفاعيين مبارح يعني اعتقد من ناحية دفاعية الاهلي لعب جيم كويس جدا الشناوي كان حاضر خط الدفاع بالكامل حقيقة كان حاضر فيه لعيبة اجادة امبارح ظلمتهم يمكن نتيجة المباراة لكن الحقيقة فيه لعيبة عندها اصرار ومنهم محمد هاني بصراحة يعني هاني بشكل كبير جدا حاسس انه مباراة بعد التانية بيقدم وعمل جيم سموحة كان اكتر من رائع الحقيقة دفاعيا وطور بشكل كبير جدا هجوميا ويمكن ده يكون واحدة من اعادة توظيف هاني او اعادة استخدام قدرات هاني اللي بشوفه الحقيقة يعني هجوميا كمان مميز اوي يعني لو خد مساحة اكبر لو اشتغل وكمل على التطور المستوى اللي كان عليه في الفترة الاخيرة اعتقد يرجع هاني بتاع كاس العالم النسخة قبل الاخيرة اللي فوزنا فيها على بالميراس وقدم مباريات سواء مع الدحيل او مع بيرميوني اختبعا كاتل مباراة الاروح يعني بتهيل يعني هو شخصيا بيعتز بالمباراة دي جدا فحسس انه هاني بيقرر بالحقيقة وما تظلموش اللعيبة مع تلاحم المواسم ده انا مش عايز اتكرر كلمة تلاحم المواسم دي كتير عشان ما تبقاش شماعة الحقيقة لكن في بعض الوقات بالذات كمان لما اللعيبة بتتصاب بيبقى صعب يعني واحد من الغازب النسباني مثلا ديانج ديانج حقيقة عرغم انه شارك في اخر مبارتين لكن مش هو ده ديانج اللي احنا نعرفه السلية مازال حقيقة قدامه شوية عشان يستعيد مستوى مرة تانية ففي لعيبة بتبعد عشان ترجع مرة تانية ما تنتظرش منها انها تديك المردود اللي كانت وصله له او التوب فورم اللي كانت وصله له قبل الاصابة مباشرة لا الموضوع بياخد وقت واتمنى وان كان الموضوع ليه ناحية اجابية وناحية سلبية انه الجهاز الفني وخصوصا لما بيقى فيه فترات زي الفترة مثلا اللي ما بين مباراة الجونة ومباراة فيوتشر يبقى فيه ماتشاط ودية يشارك فيها اللعيبة اللي ممكن تكون بعيدة يعني كريم فؤاد بقى له فترة مثلا ما بيشتركش على رغم انه لما خد فرصة برضو كان قرب من كريم فؤاد اللي احنا كنا مستنينه محمد محمود متولي وغيرهم من اللعيبة حتى الشباب محمد اشرف زياد طارق يبتدي وياخد وقت اطول كوكا وغيرهم من اللعيبة بحيس انه وان كان ده انا ممكن اتفهم انه يكون فيه تخوف على انه في الماتشاط الودية دي ممكن يبقى فيه اصابة لقدر الله وبالتالي الاهلي مش في حامل اصابات لكن انا اشوف انها حتى لو كل فترة وفترة اعتقد تخلي اللعيبة اللي بعيد شوية تبقى رجلها في الملعب تبقى قريبة لما تحتاجها تتلاقيها قريبة منها تكون جاهزة يعني نروح الاتحاد الكورة فيما يتعلق بالكاس الجديد انتم عارفين حضراتكم الكاس الجديد ماتشاط دولة تمانية الاهلي يلعب فيها مع مصر المقاصة والزمالك هيواجه الاسماعيلي اللي كان انسحب قبل كده طبعا ولكن يعني يبدو طبعا انسحب كان غير مبرر والناس كتير كلمت في الموضوع ده وقال انه معروف من بداية مش من بداية القرعة بتاعت السنة دي الموسم ده لكن من قبل كده انه القرعة بيتم توجيهها وفقا ل مش للشعبات او لجماهارات الاندية ولكن نتائجها اللي اتعاملت في الموسم الاخير المفترض ان شاء الله انه الاهلي هيلعب قدام مصر المقاصة والزمالك هيلعب قدام الاسماعيلي زي مقرة تحاد الكرة بدون جمهور مطش الاهلي هيكون يوم الحد 14 اغسطس مباراة لعب الساعة 8 ويوم الاثنين 15 اغسطس هيلعب الزمالك في مواجهة الاسماعيلي بدون جماهير في السنوات الاخيرة في العشر سنين يمكن اللي فاتوا كرة القدم في الخليج اتوارد بشكل كبير جدا والتوارد مش بس ب يعني من خلال الامكانيات المادية العالية اللي بتتمتع بها الاندية هناك لكن طورت من خلال رؤية الحقيقة وشوفنا اندية في الخليج بقت بتضم لعبين محترفين على اعلى مستوى ممكن يكونوا طبعا جزء كبير منهم من اللي بيبطل في اوروبا لكن في النهاية اكيد لهم مرضود كبير جدا على المسابقة وعلى تطور البطولة وعلى مستوى المنتخبات في الدول دي والحقيقة واحدة من الدول دول الامارات النهاردة يمكن ربطة الاندية المصرية المحترفة وقعت بروتوكول تعاون مع ربطة المحترفين الاماراتية وكان فيه النهاردة مؤتمر صحفي عقادته ربطة الاندية المصرية في واحد من الفنادق يعني في القاهرة عشان يتم الاعلان عن توقيع اتفاقات تعاون مشترك بين ربطة المحترفين الاماراتية وربطة المحترفين المصرية وزي ما اكد الحقيقة احمد دياب رئيس ربطة الاندية المصرية في المؤتمر الصحفي انه العلاقات بين مصر والامارات علاقات تاريخية طبعا على كل المستويات وإحنا بنعتز جدا بالأشقاء الإماراتيين مش بس بسبب الأحداث الرياضية لاستضافتها الإمارات في السنوات الأخيرة واللي عكست قدئين وفيه تأدير كبير جدا وفيه رعوبة وثيقة جدا مش بس على المستوى الرسمي لكن كمان على المستوى الشعبي بين مصر والإمارات. يمكن تصريعات أحمد ياب كلم فيها على الدور الكبير اللي قامت بيه ربطة الأندية الإماراتية وهي ربطة الحقيقة عمرها يعتبر نسبيا طبعا طويل. نتكلم على 15 سنة متوسطة بتشتغل فيهم في الرياضة الإماراتية وأكد طبعا أنه مع عراقة الكرة المصرية والتاريخ الطويل اللي بيمتد لأكتر من 100 سنة هيكون التعاون ده مفيد للطرفين خلينا نشوف تفاصيل أكتر مع حضراتكم منتباحة في التقرير اللي جاي ونرجع لكم مرة تانية بعد التقرير الحقيقة أن العلاقة ما بين مصر والإمارات علاقة تاريخية سواء على مستوى القيادة السياسية أو الحكومات وشعب مصر والإمارات شعب واحد طول عمرنا تربينا على كده الشراكات والعلاقات ما بين الدولتين مستمرة الحقيقة أنا سعيد النهاردة وزي ما قلنا جوه احنا بنعتبرها شراكة وتوأمة ما بين ربطة الأندية المصرية وربطة الأندية الإماراتية المحترفة حقيقة هم اشتغلوا كويس قوي بقى لهم 15 سنة يعني احنا 100 سنة كورة بس أول سنة ربطة بس عندنا كل مقاومات كورة عندنا جماهير عندنا عندية عريقة عندنا يعني كل المقاومات فأعتقد أن الشراكة دي هتفيد الجانبين هنستفيد ما يخص الاحترافية تنظيم المسابقات التشكيل الإداري ودي الحاجات اللي هم نكحوا فيها وعندنا مشاريع وأفكار حطناها احنا بقلنا 4 شهور شغالين على الاتفاقية دي مش هي اتفاقية ما تشاطه بس ولكن هي شراكة أبعد هيكون لها ان شاء الله عائد كبير على الدوري المصري والدوري الإماراتي عملية التعاون أكيد ما رح يكون لها حدود هي مش قصة أن احنا حطينا 1-2-3 هذه النقاط فقط هي كيف احنا ممكن نستفيد من هذه الاتفاقية ومثل ما ذكر سعد النايب أنها هي توأمة بحيث أن يكون في علاقة مشتركة دوري المصري دوري كبير دوري جماهيري دوري فنيا قوي فأكيد رح تكون فيه فايدة أيضا مشتركة ما بيننا وبينهم هي ليست فقط قضية مباراة أو سوبر هي تبادل تعاون تبادل استفادة من ناحية الناحية الفنية الناحية التكنولوجية الناحية التسويقية كثير من النواحي صدقني هي مش قصة فقط نقاط معينة ورح نكتفي فيها رح نتطلع لما هو أبعد عن ذلك اللي هي عملية المباريات المشتركة هي قصة رونالدو وانتقاله هيكون لمين وامتى حقيقة طبعا زي ما قلت لكم من برح أن في تقارير صحفية ربطت اسم كريستان رونالدو بكتير من الأندية المهتمة بيه سواء جوة انجلترا أو برا انجلترا تصريحات المسؤولين في مانشستر يونيتد رفضت رفض تام طبعا أنه يتم انتقاله لتشلسي عن مصير الدون وعن التيشرت اللي هيلبسها في الموسم اللي جاي هيكون معنا تفاصيل أكتر مع واحد من نجوم الكرة الإيطالية أنتونيو دي كارلو هيكون ضفنا في السادسة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر